موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من اخبار الصباح ليوم السبت 23 ايار قانون السر الجديد وراء الناس بتقرير من الاقليم احتفال بالبيال بمناسبة 20 سنة على تأسيس جمعية اجيالنا ماتريوشكا عرض جديد للكاتبة والممثلة فاليري كاشار ومعرض للفنانة المكسيكية بالو ماتوريس اما ضيوفنا لليوم فهي رسامة تشكيلية ميراي جوجيكيون لنحكي عن معرضة راسين كاري بالاضافة الى امل حكيم رئيسة جمعية انا العالم لنحكي عن مهرجين اللغة العربية بالضاد باسوء بيروت ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصحة الارصاد الجوية واليوم الاستاذ بيسام عبدالله هلح يعطينا فكرة كيف رح بيكون الطاقص خلال هالوكاد تنعرف المشاريع بحر جبال صباح خير استاذ بيسام اهلا صباح النور كيفك ماشي الحال والطاقص رح بلش بالمشاريع تاعك دغري يلا بلش اليوم مشاريع خليها برات البحر افضل لانه اليوم بعض الحارات عم تنخفض شوي هيك فيه شوي تسقع بعض ازا عم تحس فيها اليوم اه بلخص الفترة الصباحية بكر عملي اللي بديك ايه ما في مشكلة اوكي بكرة الحارة بتشقرشي ثلاث درجات اربع درجات اوكي والماء ما بديك بني دفيها لحالة دافية اوكي والطاقص هيكون مشميس بكرة وكل شي تتمني بالبحر بتلاقيه خي حتى يمكن تلاقيه سمك كمان هيدا خبر منيح لكل السيادة سمك رزقة يعني اكيد رزقة درجات الحرارة استاذ بيسام لليوم درجات الحرارة هلا اليوم من 18 ل 27 عم بتكون بجبال 11 ل 19 الارز عم تكون من 7 ل 16 بالداخل عم تكون 12 ل 24 هلا اليوم الطاقص حيكون في عنا شوية ضباب عن المرتفعات اكيد وشوية وشية تدرجيا بتحول طاقصنا اليوم لغائم زيان قوي لقرير الغيوم اوكي بس الارزقة الحارة يبلش شوي من بعض الظهر يعني اليوم بعض الظهر بتبلش يعني از الواحد عنده حاب بيعمل شي كمان اليوم يسغل الوات قبل الظهر شوي يعني بيتلبك بعض الظهر بيكون افضل الطاقص اوكي في رياح لانه برح كان في شوي هواحة نصحي هي رياحة متكون ناشطة اكثر شي عم تكون بفترة بعض الظهر هذي نبتقي مثل ما عم بقلك لانه الحارة عم تطلع لما تطلع الحارة وشوية الضغط عم بينزال الفرق بينتهم بيعودوا لهوا الاول اللي عم بتشوفيه عم تحس فيها لأ بكرة بيصير ما بيصير في عنا ضغط جوي منخفي بيصير عنا ضغط جوي مرتفع فالهوا بيخف شوي حديته يعني اوكي شكرا لك استاذ بيسام على كل هالتفاصيل جوال صباح الخير مرحبا بيارات وأكيد تحييي للمشاهدين اللي عم بتابعونا من بعد أجواء التأس أجواء السياسة وعناوينها بجولة على صحف اليوم نحن نبدأ مثل العادة مع عناوين النهار واليوم السبت 23 أيار وفي عناوينها تصعيد زاحف عشية ذكرى التحرير والفراغ حوار المستقبل وحزب الله مهدد جديا اللقاء التشوري إلى الإنعاش مجددا للتنسيق داخل مجلس الوزراء سلام والحرير ينددان بتفجير مسجد في المنطقة الشرقية بالسعودية ضمن أسرار الآلهة في النهار اليوم امتنعت قناة أنبئان عن نقل مؤتمر المغتاربين أو الإشارة إليه في نشراتها الإخبارية قال نائب إن وزيرا يمتنع عن إعطائه ونواب منطقته موعدا منذ أشهر شهدت سيارات موكي بأحد النواب تتجاوز الطريق بعكس السير قرب نهر بيروت وتتعرض لشرطي البلدية بالإهانة نقل عن مصادر في بكيركي تلقيها مبادرة العماد عون الرئاسية بإيجابية وسؤالها لماذا لا يتم البحث فيها بجدية تراجعت الاستعدادات للاحتفالات بذكرى التحرير في غير منطقة بسبب غياب الكادر التنظيمي من الشباب في القلمون وبختم النهار ضمن الافتتاحي وبقلم المطران جورج خضر مقال اليوم بعنوين خميس الصعود في عنوين صحيفة السفير نصر الله لن نسكت ولن نداري إنها معركة وجودية نمتلك أوراق قوة لم نستخدمها وقد نعلن التعبئة العامة أيضا في السفير كل دروب الرئاسة تعود إلى الصفر الطاقة الاغترابية 2 توصيات طموحة إسرائيل تتخوف من مؤتمر حظر النووي كان يورو وجنس وأزياء لبنانية الفرصة التاريخية الثالثة لروسيا في الشرق الأوسط جسر الشغور جنود المستشفى أحرار داعش يضرب في مسجد سعودي القطيف عشرات الضحايا بتفجير انتحاري وختاما في السفير الحرب تعصف بذكرى الوحدة اليمنية من السفير إلى عنوين الحياة وبعنوان الرئيسي الإرهاب يضرب مسجدا في القطيف والضحايا 22 استنكار واسع للجريمة الآثمة وداعش يتبنى العملية ومنفذها السعودي يربط الحدود العراقية السورية الأردنية داعش يسحف على مثلث الرطبة نكسة للمقاومة في تعز وغارة أمريكية استهدفت سيارة للقاعدة ويفجر مسجدا في صنعاء لبنان والبحر آخر حدود النظام السوري مع العالم 300 غارة على مستشفى جسر الشغور بعد سقوطه قضاة مصر ينفون اتهامات بالتسيس اعتقال قائد للشرطة ورجال أعمال وختيما وبأخبار كان تظاهرات كان تعرض 14 فيلما من بلدان آسيا الصغار يحاولون التجديد والكبار ثابتون على أمجادهم من الحياة جولتنا بالتابع مع المستقبل وفي عنوين اليوم بر في سنوية الشغور الأفق بلا نور تجهيز ملفات 16 سجينا في إطار صفقة تحرير العسكريين تمهيدا للحظة التسليم والتسلم بالصورة الرئيسية بصحيفة المستقبل وبالأجواء الرياضية اللقب الثاني عشر للرياضة إذن صورة جمعت فريق الرياضة مع الإداريين من بعد تتويجه للمرة الاثناش انتحاري يقتل ويجرح 121 سعوديا في مسجد تفجير في القطيف لإثارة الفتنة الثوار يدخلون مشفى جسر الشغور ويأسرون ضابطا كبيرا ما عاد للأسد معبر إلا لبنان الحريري اعتداء خبيث يخدم إيران ومشاريع الفتن نهاية رجل ميت عنوين مقالة بول شاوليا لليوم وأيضا في المستقبل عرسال خط أحمر تغريدة عابرة للمناطق الممانعة تخسر ذريعة المعركة أخلاقيا أيضا حزب الله المحاصر إلى أين؟ وختيما قصف حثي يقتل سعوديين من المستقبل إلى الأنوار السعودية تندد بجريمة تفجير داعش للمسجد وقتل المصلين لبنان يدين جريمة تفجير المسجد المعارضة تكمل سيطرتها على جسر الشغور بعد معركة المستشفى وبقلم المحل الأسياسي الاستحقاقات كثيرة والمطلوب واحد غارات كثيفة على الحثيين بصنعة هزة أرضية نادرة في لندن وبالأخبار الاقتصادية قانون فرنسي يفرض عقوبات على إهدار الطعام وبختم مع مقالة رفيق خوري مأزق بلا مخرج لا سياسي ولا عسكري ومن الأنوار جولتنا بالتابع مع اللواء داعش يضرب بالقطيف ويهدد دمشق وبغداد أرياض تتعاهد بملاحقة المجرمين وخلافات في حكومة العبادي وإرباك في نظام الأسد 8 أذار تدفع البلاد إلى الأزمة وأول الغيث من الرابي اليوم إدانة إسلامية لتفجير القطيف والمستقبل يحمل حزب الله المسؤولية عن تهديدات رعد وبقلم أحمد الغز خرجت الوصاية وبقيت ثقافتها أوباما يحاول إقناع يهود أمريكا باتفاق إيران والدولة الفلسطينية غارات مكثفة للتحالف تستهدف الحثيين في صنعاء وعدن ومأرب أرياض يتوج زعيما لكرة السلة اللبنانية وأيضا في اللواء التقرير الاقتصادي عدم الإثراج عن المشاريع المعطلة يدخل لبنان في خضات مالية وبعيدا عن السياسة لماذا قررت نانسي عجرم الغناء لما يعز الدين من اللواء إلى البلد وبعنوان الرئيس اجتباك المستقبل حزب الله مستمر والجيش على جهوزيته عام على الشغور حسين بفراغ أيضا في عنوان البلد كبة الجديدة ثورة من نوع آخر أزمة تدمر تتفاعل دوليا والعين على جسر الشغور غارات التحالف توسع نطاقها في اليمن من يتمتم سنة حلوة يا شغور وبالأخبار الرياضية الرياضي يتوج باللقب الـ 25 في مسيرته وبختم مع سورة رئيسية داعش يهز المملكة من البلد إلى الصحف باللغات الأجنبية وبترجم العنوين دايلي ستار إرهاب داعش يضرب السعودية تفجير انتحاري يؤدي إلى مقتل 21 شخصا والجماعة تتعهد بإخراج الشيعة من شبه الجزيرة العربية أهواجي الجيش أحبط أهداف الجماعات الإرهابية بلوريان لجور بعد الرمادي وتدمر هل يأتي دور بغداد ودمشق بتحليل خاص بصحيفة لوريان لجور أما بالعنوين الرئيسي دفع الرياض لحرب ضد الدولة الإسلامية على أرضها ليلة بين يدي هزازة هذا العنوين وأيضا في العنوين في ملف المخطفين كنت أفضل لو أن ابني قتل في المعارك من تابع مع الشرق وعنوين الحريري اعتداء رهبي يتقاطع مع الميليشيات التي تخدم إيران الرياض تتوعد مفجري جامع القطيف وداعش يتبنى أهواجي للعسكريين تمحون إنجاز التحرير أو تحمون إنجاز التحرير بسمودكم أوباما يؤيد حرية الكونغرس حول الاتفاق مع إيران وبقلم عون الكعكد من رأي الشرق قبل سقوط طهران القنصل عبدالله مطرجي يدعو لاستثمارات لبنانية في أريتريا مؤتمر الطاقة الاغترابية 12 ورشة عمل الحوط الميدل إيست إيرلاينز لها 12 مليار ليرة بذمة الخارجية السيسي يحذر من تحولات جذرية في المنطقة النصرة تسيطر على آخر مركز لقوات الأسد في جسر الشغور وبالصورة الرئيسية على شمال الصفحة المجلس الشرعي مسقاوي نائبا للرئيس بالإجماع إذن هذه الصورة ومن الشرق إلى الشرق الأوسط الإرهاب يستهدف المصلين في القطيف والسعوديون يتضامنون الصحة تعلن 21 شهيدا والداخلية للشرق الأوسط الهدف إثارة الفتنة 6 سنوات عمره أصغر شهيد شهود عيان الانتحاري أغلق الباب وفجر نفسه مفتي السعودية للشرق الأوسط الجريمة لا يقرها دين ولا يرضاها أي مسلم في العالم محافظ القطيف الإرهاب لن يزيدنا إلا تضامنا وحرسونا على تعقب الجنات وزير العدل للشرق الأوسط القضاء السعودي يراعي ما تتطلبه الجرائم الإرهابية بعث برسالة إلى بنكمون الحوثيون وصالح يستنجدون بالعراق وسوريا ديبلوماسي يمني لشرق الأوسط هادي اعتذر عن جنف المطلق للشرق الأوسط انسحاب الجيش من الرمادي نوع من التآمر وختيما انتقد أخطاء حرب العراق إبان حكم شقيقه قبل بدء مساعه الرئاسي جيب بوش يريد تجاوز عقبة الإرث العائلي من الشرق الأوسط إلى صحيفة الأخبار داعش يتبنى تفجير القطيف أبشر بأيام سود تسوءكم نصر الله قد نعلن التعبئة العامة عناصر مشفى جسر الشغور رحلة الخروج إلى الحياة ومن صحيفة الأخبار إلى الجمهورية ومع ممكن أن نختم جولتنا بعنوين اليوم تنديد لبناني واسع بتفجير القطيف سقوط تدبر هل ينعيش حلم داعش بمنفذ بمنفذ؟ بمنفذ بحري لها من لبنان لبنان علقاء بقوسين من خسارة قروض البنك الدولي المرصد النصرى سيطرت على مستشفى جسر الشغور هل ستطلب المحكمة الدولية سماعة سميحة؟ وبالأخبار الرياضية الكأس تبقى في المنارة والرياضي بطلا للمرة الخامسة والعشرين وختاما وبملف طب ودواء الشفاء من سرطان الثدي بنسبة 95% وهكذا نكون صلنا لختم جولتنا على الأخبار السياسية وعنوين الصحف براكم نرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة